هل ممكن أن نتخيل في السنوات المقبلة دكتور حدي أننا سنفضل الصديق الذي يطل ونطل عليه من نافذة الانترنت هو دائما كباقنا من زاوية نفسية اجتماعية أقولها لك بالواضح وأن هذه العلاقة التعارفية في الانترنت يمكنها إذا توفرت شروط التفاعل الحقيقي بين الشخصين أو أكثر وتركيز وتتبيت ثقة بينهما عبر المخيال وعبر الوهم وعبر الكاذب وعبر أشياء كثيرة جدا لك التم وبالتالي يمكن أن تتطور إلى صداقة واقعية ويتزاور والدليل على ذلك هو أن المجتمع عرفت تزاوج بين فرضين تحابة عبر الانترنت صداقة تحولت إلى حب وبالتالي تحولت إلى زواز والناس قاموا بمشاريع وزيارات متبادل عبر أنحاء العالم عن طريق الانترنت فلهذا التعارف كما ورد في حديثنا نظرا لأننا نريد التكنولوجيا بين أيدينا فتستعمل وبالتالي عندما أنقر على اسم فلان أدخل لأرى وعبر الأيام يتم تبادل الحديث التفاعل وتعرف ماذا لديهم من ميول وكذا وبعدها يتم ربما التجاوب والانجداب بين الشخصين وبالتالي سيؤدي إلى صداقة واقعية حميمية حصلت حصلت وهذا واقع بمعنى أن الصداقة بين قوسين في الانترنت يمكنها أن تتحول إلى صداقة واقعية بالفعل وهذا شيء مهم غير الذي يجب الإشارة إليه أمام المستمعين والمشاهدين هو أنه هذا التعارف وهذا السيرورة من التعارف إلى الصداقة الحقيقية المبنية على التقال المتبادلة قد تقوم فيها أو تقع فيها أشياء انحرافية بشكل كبير لأن ذلك الشخص الذي أنت تتعامل معه عبر الانترنت وتتبادل معه ماذا سيحصل؟ ربما له شخصية غير شخصية الحقيقية طيب هذا من خلاله سأسأل أستاذ شكداليا هل في العالم الافتراضي كما هو في العالم الواقعي أصدقاء السوء؟ هل سيمكن أن نجد في العالم الافتراضي صديق السوء الافتراضي؟ وبالتالي يجب أخذ الحيطة والحضار كما قال لا أكثر لأن في آخر المطاف في العالم الافتراضي أو الشبكات التواصل الرقمي ليست شيئا آخر إلا نحن في الواقع هي انعكاس لربما أنا أقول دائما أشبهها بالمرايا المقعارة إلى الحدود فاصلة بين العالمين بمعنى أن الذي تحركه الخديعة سيكون كذلك في الواقع إلا أن هناك مثلا العالم الافتراضي على مستوى التجميل الصور صحيح لأن أصبح بإمكاننا أن نجمل الصور أن نقدم صور ليست صورنا لماذا نريد أن نروق للآخر؟ لأن في آخر المطاف الصداقة التي تبنى عن صورة مزورة مصيرها كذلك التزوير في كل شيء كما قد يفكر أو يقول الأستاذ حدية مثلا عرض الدات أو تدخيم عرض الدات في الأنترنت هذه استراتيجية في قبول الآخر أو في استحسان الآخر لنا وهذا هو ما كنت أقوله بمعنى أنني أبني تصورات واهية حول نفسي ربما انطلاقا من الحيرمان لم نتحدث عن الحيرمان لأن هناك حيرمان في الواقع ويتحول هذا الحيرمان إلى صور ويتتحول هذه التصور إلى تمتل رجاء هذه النقطة أود أن أقف عندها كيف يمكن لنا أن نفهم هذا الحيرمان؟ لنا أفهم مثلا سأقول لك مثلا هو أن في بعض الحالات حينما نحن نقوله بواحد الدرجة المغربية بسيطة قالك المشتاقلة فاق ما يديرت فاق بمعنى كان لقاشي واحد مصور حتى الشيطة موبيلز وينام حتى حتى الماكلام صور بتياب فاخرة هل كل ذلك ماذا يلبي ذلك؟ حينما أبني وأنا كصديق مفترض أبني علاقتي مع هذا الشخص هل هذه حقيقته أم يتحدث انطلاقا من الحيرمان معين؟ وبالتالي سأكتشف في الواقع بأنها شخصية محرومة تعبر عن مكبوت نقص لا طبعا يجب أن نقول ذلك وأنا ثائما في تحليلاتي علي وعلى كل الناس بمعنى أن في بعض الحالات أقوم بذلك وأجد وأقول من حركني هو كذا وكذا بمعنى أن أنا أقوم بنقداتي في المسألة لأنها المرآة تأكس خبايانا وربما في علم النفس خاصة لأننا السديدة نشتغل في هذا الحق حينما نرى ذلك نرى المحرك لأن ما نرىه ليس هو المهم ما لا نرىه هو المحرك بالضبط هذا المحرك دكتور حدي ألن ربما يتبذر إلى ذهننا أن هذا الشخص يعيش فراغا في يومه في يومياته في واقعه وبالتالي يعوضه في هذه الصداقة الافترازية كلنا نعيش في فراغ غير حجم الفراغ في الاختلاف وتطويع الفراغ والوعي بالفراغ لأن الأستاذ يتفق معي ليس وقلتها مرارا عبر الميديا وهنا ليس هناك شخصية سوية مئة بالمئة شخصية متوازنة أكثر من أخرى هو غير لنأكده أتأكيد لما جاء في كلام دكتور لا ليس مجانين غير أسوية لا ليس غير أسوية وإنما هناك معايير هناك معايير في المجتمع من خلالها إلى حد ما نرى ذلك السلوك هل يسير حسب هذه المعايير أو لا يسير وقد تكون ذلك المعايير غير إلى آخر فيها نوع من الطراب أو شيء ولكن نحن نحتكم لهذه المعايير ولكن الذي يجب تأكيده ويعرفه كل مشاهد كلنا عندنا عقاد كلنا عندنا ليست سواء المئة في المئة أكيد كلنا عندنا خلال في كذا ولكن ما نحاول أن نفعله هو أن نضع أنفسنا تساير تلك المعايير وتساير السلوكات التي هي مقبولة في المجتمع نتعايش ونتأقل لنحقق نوع من التزان النفسي ونوع من التوازن على المستوى الاجتماعي وهذا شيء يجب أن نتحدث عن الفراغ يجب أن ننظر إلى طبيعة التفريغ سأشرح هو الفراغ سيولد لنا التفريغ طبعاً ولكن لا لا طبيعة التفريغ بمعنى الإفرازات على هذا المستوى هنا التفوت حينما قلت حيرمان والحيرمان قد يكون مقرون بفراغ بمعنى ما معنى الفراغ يمكن أن نترجم على المستوى النفسي بالقلق